بسم الله الرحمن الرحيم كنا قد تكلمنا في الدرس السابق عن أهمية الاتصالات الإدارية ولأننا نتكلم عن موضوع آخر لا يكون أهمية عن الموضوع السابق ألا وهو عناصر عملية الاتصال عناصر عملية الاتصال أو مكونات عملية الاتصال فالاتصال باختصار هو أخذ وعطاء وكما عرفناه سابقا هو عملية نقل المعلومات من طرف إلى آخر بحيث يسمى الطرف الأول المرسل والطرف الآخر المستقبل عن طريق وسيلة تسمى قناة الاتصال قناة الاتصال فأهم عنصرين في هذه العملية هما المرسل والمستقبل الطرف الأول والطرف الثاني طرف الثاني والمستقبل طبعا عن طريق القناة أو الطريقة التي من خلالها تتم عملية الاتصال طبعا هنا لا بد أن ننوه أنه حصل هناك بعض التفاوتات بين المفكرين في تحديد هذه العناصر في تحديد هذه العناصر من هما ندخل التشويش من هما ندخل البيئة الداخلية الخارجية لكن أخيرا اجتمعوا على العناصر رئيسية وضرورية رئيسية هي كالتالي أولا المرسل له السندر المرسل هو الطرف الأول الطرف الأول في العملية الإدارية التي من دونه لا يمكن أن يكون هناك عملية اتصال هو المصدر أو هو ذلك الشخص الذي لديه الرغبة في مشاركة الآخرين معلومات وأفكار ومشاعر يرغب في نقل معلومة معينة إلى أشخاص معينين طبعا دلت الدراسات على أن مصادر الاتصال الموثوق بها لها قدرة أكبر على التأثير من المصادر الأخرى وأن محتوىات الرسالة غالبا ما تفسر بناء على من هو المرسل فالمرسل هو الطرف الأول الذي يحاول إيصار رسالة معينة بهدف معين إلى طرف آخر عن طريق وسيلة عن طريق وسيلة طبعا هناك الطرف الآخر الطرف الثاني نسميه في العملية والذي لا يقل الأهمية هو المستقبل وذلك الشخص الذي سوف يستلم الرسالة فقد يكون شخص أو جماعة قليلة أو جماعة كبيرة أو تكون المنظمة أو يكون مستوى معين من المستويات الإدارية داخل المنظمة أو قد يكون المجتمع طبعا لا شك أن عملية استقبال الرسالة لها دور في شخصية الشخص المستقبل كيف يستقبلها ما هي معلوماته كيف يدركها كيف يحللها طبعا هذا يعتمد على شخصية الطرف الثاني الطرف الثاني هو الطرف المستقبل للرسالة هل وصلت الرسالة بالهدف هل حققت الرسالة الهدف من خلال من خلال فهم لهذه الرسالة طبعا هناك الرسالة نفسها الرسالة نفسها بسمها المسج تعني وتعني الفكرة أو المعلومة التي يريد المرسل إيصالها إلى الطرف الثاني ويريد هؤلاء الأشخاص أو الشخص أن يشاركوا أفكاره أو معلوماته طبعا لا بد أن تكون هناك وسيلة جيدة لاختيار صيغة معينة واضحة مختصرة ورموز مفهومة إلى الطرف الثاني حتى تحقق الرسالة هدفها طبعا هذا موضوع فيما بعد سوف نأتي إليه إذن الرسالة هي المضمون وهي المحتوى هي المحتوى طبعا هناك قناة الاتصال بسمواج لشانيل قناة الاتصال الاتصال أو الوسيلة أو الطريقة التي تمت فيها عملية الاتصال أو الوسيلة التي تنتقل بها الرسالة بين طرف الأول المرسل والمستقبل لذلك نرى أن الوسيلة الفعالة تفيد في تحقيق الاتصال الفعال يعني استخدام الوسيلة المناسبة إذا ما استخدمت هذه الوسيلة في مكانها الصحيح طبعا تحقق الرسالة هدفا طبعا الوسائل هذه مختلفة الوسائل هذه مختلفة قد تكون كتابية قد تكون شفوية قد تكون تقنية قد تكون إلكترونية وهكذا إذن الوسائل الطرق مختلفة الطرق مختلفة هناك أيضا الفيدباك لا تقل أهمية التغذية العكسية أو بسموها التغذية الراجعة هي ردة الفعل ما هي ردة الفعل؟ مرسل ومستقبل رسالة طب هل فهم المستقبل هذه الرسالة؟ حققت الرسالة هدفها إذن هناك تغذية عكسية إذا لم يحدث هناك تغذية عكسية معناها في مشكلة إذن لم تحقق الرسالة هدفها إذن نبحث عن المعوقات في معوقات هذا يدل أن هناك بعض المعوقات أو حدث هناك تشويج لذلك التغذية العكسية هو ما يدل على صحة العملية وأن العملية تمت بنجاح إذا لم تحدث هناك تغذية عكسية فيجب البحث في المشاكل وعمل دراسة تحليلية لمعرفة أين الخلل أين الخلل الذي حدث في عمليات الاتصال ترجمة نانسي قنقر